أنا أحيانا بفوت هيك وبتسلة بقرأي كومينتز يهيية بكلها تجميل يعني او والله حلوة تجميلة ظابط يعني انا مثلا هذا الكومينت يعني او لحد حلوة تجميلة كتير ظابط لابقلا في منهم خليت شوف كيف كانت وشوف كانت وبنكشولنا صور قديمة وبيحطوها وكذا اليوم انا شكلي مو مطل من ثلاثة سنين مو مطل من عشر سنين انا ما كنت بفهم بالمكياج متل ما انا كنت حدا كتير اصلا سوري يعني غبي بالصور والمكياج كنت بفرد شقفة كنت كتير بخجال يعني انا انا شخصيا كهبة كتير تغيرت كيف بوقف على الكاميرا كيف بتصور صرت بعرف كيف اتعامل مع الكاميرا لا يبين وشي بالطريقة الصحة اللي انا بدي اياها اليوم ما في اي وش ما فيو ديفو هي خلقت الله انا اليوم لما قادرة اني اهتم بشكلي بحيث اني حافظ على ملامحي الحقيقية ما حقصر هاهتم بحالي مو غلط هاي اليوم صارت تهمة بس ما أنا غلط يا جماعة الغلط اني شوه بحالي الغلط اني اعمل شي مو لقي الغلط اني يعني اني اعمل اني اهتم بحالي بما يناسب شكلي وبيشبهني مو غلط انا مع انا واي بنت بالعالم غير الفلر والبوتوكس شو عامليه ليش يعني بركين ما انا عامليه أنا عم بسأل أنا عم بقول أنا أقول لك ليش لأنه في ناس بتعتبر أنه الفلر والبوتوكس وما أنه تجميل بلأك عم بسألك عن أنه جراحة بالعكس ما في عالم بيقولوا كلك عمليات تجميل شو في الفلر طيب الفلر ما أنه عمليات تجميل البوتوكس ما أنه هو إبرة يا جماعة إبرة بس الوحدة إذا حابة تضبط هيك شي على الخفيف برجع بقلك على الخفيف بشكله مو غلط على كل اللي بيعفك من زماني بيعرف أنه أنت حلوة من زماني ومن أول ما طلعتي كانت الناس تحكين جمالي وهذا مجديد موضوع الجمال ما عندي مشكلة فيه وما عن دافع عن جمالي بدايقني أنه صار تهمي بس أنا بعرف حالي أنا أنا بشوف صوري أحيانا من عشر سنين بقوا بتضحك على شكلي بقول يليك على هالمزل لا لا كلنا 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 صورنا القديمة ما مكون راضين عنها لأنه كل واحد بكل مرحلة بصير بيعرف يلبس أكتار لك أنا اليوم ما كنت أعرف من عشر سنين ألبس مثل اليوم ما كنت أعرف الطريقة اللي بتظهر جسمي صح أو الشي صح مثل اليوم نحنا اليوم منتعلم أكتار ما كان معي مصاري مثل اليوم أكيد يعني طبعا أكيد أوضاعنا يعني أنا مثلا بالنسبة لي وضعي قبل أكيد الحمد لله يعني أكيد اليوم أحسن أنا ما فينا ننكر أنه كمان المادة بتخليك تختاري أشياء المادة مو بس المصاري والزوء أكيد أي يعني أنا اليوم فيني روح أعمل سوري يعني اليوم إذا عم تحكي بمعنك عم تحكي عن الجمال والتجميل فيني روح أعمل عملية تجميل بمئتين دولار وفيني روح أعملها بعشرة علاف دولار كمان ما نقاعدة ما نقاعدة ما نقاعدة أنت زوءك بحالك برأيك في ناس فاتت بهاد ما عم بحكي عنك في ناس فاتت بخط الأوفر بالتجميل لدرجة أنه الملامح الجميل اللي كانت عندها راحة فيك فيه كثير ومو بس ما عم مو فنانين فيه أشخاص طبيعيين عاديين يعني فيه طبعا فيه كثير فيه ناس تداركت عرفت أنه بالنهاية الشكل الطبيعي ما عم قل لك الجمال الطبيعي الشكل الطبيعي يعني اليوم فيه واحدة تكون حابة تزبط شي بشكلها بس بده تعمله طبيعي أنا ما فيني اتهمة بالعكس أنا بوقف معه إذا قادرة تحافظي على حالك بس بطريقة طبيعية أنا ما لي ضد فلا بالعكس يعني أنا بشجع هذا الشي بس ما نروح للأوفر دايما والممثلة قدمة اشتغلت بحالة دايما فيه شغلات معينة لازم تضل ما فينا نتخلى عنها لأنه نحنا اليوم بدنا نعبر هذا جزء من أدواتها يصدقنا أكيد أكيد يعني أنا لو ما كنت ممثلة فيه شغلات بتمنى أعملها بحالي مثلا يعني فيه ما حق أحكي لأنه بس فيش لا لا قل لي لا والله أنا لو ما كنت ممثلة فيه شي بتجرأ أني أعمله بس أنا اليوم لأني ممثلة بخاف يعني بخاف أنه أنا شو أنفك مثلا؟ يتغير شكلي أنا في حديث الموسم من وقت ما بلشت نسلة اليوم عملتي؟ أنا في عملته من سنتين بس ما تغير بصراحة كنت بدي أقول لي أنا كنت بدي أقول لي لأنه أنا آخر لقائك مع هيبانور قلت لأ وقتها قلت لأ أنفك شو؟ قلت لي والله حاب أعمله بس ما بعرف إذا بأعمله ولا لا بخاف بخاف أني لأوله كنت ينصحوني لأنه لا تعملي أنفك لأنه بس الواحد لما بيكبر بالعمر عن جد بيتغير يعني خلص هو بتعرفي هذه كل مرة أنا حدا رجع زكريمي بعلومي قال أنفو الشغلة الوحيدة اللي بتضلت كبر طبعا كلمة كبر إسعب بكبر أنفو معه يعني أنا ليش الظنم يعني المهم رحت عملته وقت له للدكتوري بليز شكلي وكذا وأنا ما بدي أغير من حالي وأنا المهم مترجعته وبس إيده ما يغيرني عم اتفاجأت أنه ترك لي أنفو مثل مع هو ما حب يزعلني بالمرة باس المحرز باس المحرز